تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم ثلاثاء عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بقولكم اشتركوا فيها إلى الآن حلقة اليوم للأسف مؤلمة حزينة بس مهمة نستذكر فيها اللي صار وشو صار بعدها وشو صار قبلها كرة القادمة كتير في أحداث سعيدة لكن بعض الأحيان بتيجي بعوامل خارجية بتغير كل شيء ومن ذلك حوادث الطائرات اللي اللعبي بتنقلوا فيها كثير حوادث بتصدمنا تفجعنا كل ما نحكي خلص ما فيش حوادث بيجي واحد بعده بيغير مصير نادي تماما وبغير انطباع الناس عن هذه اللعبة وبرجعنا للذكر أنه جميع من فيها بشر جميع من فيها يستحقوا الاحترام والتقدير الحادث الأولى نبدأ في 4 مايو 1949 اغراندي تورينو أو تورينو العظيم تورينو الكبير الفريق اللي فايز ما بين آخر خمس بطولات قبل هذه الحادثة بأربع ألقاب دوري على التوالي جراندي تورينو في 4 مايو 1949 كان عم يتنقل بالطائرة الفريق عائد من البرتغال الوضع الجوي سيء جدا الطيار قرر عشان يشوفه كويس ينزل تحت أكتر بالطيران وهناك في تورينو فيه كنيسة اسمها باسيلي كاسبورغا كنيسة موجودة على ظهر تلة وهو نازل ضرب فيها أول مرة اتخبط أكثر فضرب فيها ضربة نهائية حاسمة لمصير هذه الطائرة اللي كان علامتها 31 راكب منهم 18 لاعب من فريق تورينو جميعهم ماتوا تورينو الفريق اللي كان الأقوى في الكرة الإيطالية بلا منازع لمستوى انه قبلها فترة كان منتقب الإيطالي لعب مع المجرى المباراودية في عشر لاعبة من تورينو في الفريق الأندي اجتمعت وقالت احنا عارفين انه كان حيفوز بالدوري تاعة 48-49 اللي ما اكتمل وصوتوا بالإجماع انه تورينو بطل الدوري الخامس على التوالي بذلك الوقت هذا الرقم الرهيب اللي حقوله نصف مليون شخص خرجوا في جنازتهم في ذلك الوقت إيطاليا قررت تروح على كأس العالم 1950 بالسفينة مش بالطيارة لأنه حادثت جراندي تورينو جرحت مشاعر الطليان ليومنا هذا وما كانت شيء بس صار بتسعة واربعين وانتهى ننتقل للقصة التانية والجميع بيسمع بكارثة ميونيخ الجوية اللي حصلت مع مانشستر يونايتد بعد حادثت تورينو ما يقارب بتسع سنوات عام 1958 في فبراير هذه المرة مان يونايتد كان عم بيلعب دوري الأبطال مع النجم الأحمر اليوغزلافي وبيتأهل لنصف النهائي بدوري الأبطال لأنه تعادل معه إيابا وهزمه ذهابا فريق مان يونايتد بتلك الفترة كان من أقوى الفرق بأوروبا حامل لقب الدوري سنتين واربعض في إنجلترا فريق تم تجهيزه من الأكاديمية الديريكت للفريق الأول وأصبح من أقوى الفرق ولذلك كانوا يسموا لعبوا باسبي كناية للمدرب اللي صعدهم من الناشئين وخلاهم بالفريق الأول المشكلة جاءت عندما طلب مان يونايتد تأجيل مبارئ له في الدور الإنجليزي الاتحاد الإنجليزي رفض فأصبح مان يونايتد مضطر يرجع بطريقة مستعجلة شوي عبر مدينة ميونيخ هنا ضاعت الحكاية كثير عبر التاريخ مثلا طيارة نزلت ميونيخ عشان تتعبب الوقود في قناعة أنه الخطأ كان في مطار ميونيخ أنه تم تعبئة الوقود بشكل خاطئ وضع ضغط كبير على الطيارة خلاها تفقد السيطرة هي طائرة وتضرب بالسياج في المطار وتصير الحادثة التي توفى فيها ثم اللاعبين من فريق مان يونايتد وكان في اتهامات أيضا للطيار أنه أصر يطير بالمرة الثالثة رغم معرفته بالمشاكل وأنه ما تصرف صح أثناء الطيران وهذا الشيء تم تبرئته منه عام 1968 من يونايتد بعد ذلك كمل وخسر نصف النهائي في دورة الأبطال مع ميلان بمجموع 5-2 وطبعا كان بنافس على الدوري خلف وولز بفارق سوق النقاط لكن الحادثة كثير عطلته من يونايتد اضطر يأخذ وقت كثير حتى يرجع يبني نفسه وبعد عشر سنين مع نفس المدرب قدر الفريق يرجع ويفوز بدورة الأبطال 1968 أما الحادثة الثالثة فبتوريك أنه ما بينتهي شيء دائما إلا إذا استسلمت في عام 1993 كانت زامبيا منتخب مش كثير مشهور عم تلعب تصفيات كأس العالم عم تلعب زامبيا في تصفيات صعبة جدا لكأس العالم مع السينيغال والمغرب وذهبت لتلعب في ذكار المباراة الأولى لها في التصفيات لكن الطيارة كانت لازمة تمر عبر القابون منذ البداية كان واضح أن طيارة السلاح الجو الزامبي اللي وفرها للمنتخب فيها مشاكل بالمحركات لكن الطيار قرر يكمل ولما الطيارة وصلت القابون وهي كانت في مرحلة الهبوط الثاني لأنه الأولى كانت في الكونغو لتعبئة الوقود أصبحت الكارثة وشيكة الطيارة عم تقلع وعم بينحرق أحد المحركات والطيار تحت التوتر بدل ما يطفل المحرك اللي ولع طفل المحرك اللي شكال فانفجرت الطائرة ومات على من مدنها من منتخب زامبيا اللي بقي منهم لاعب واحد كان عم بيلعب بأيندهوفن وكان مججعي على هذا اللقاء بنتكلم عن كالوشيا باوليا اللي حيقود مرحلة تاريخية بعد ذلك بكأس أفريقي 94 منتخب زامبيا عم بيجي الناس مش متفائلة فيه منتخب كله ميت للأسف ما عندوش شي جمع منتخب جديد وجاء قدم كرة رهيبة هجومية بكل دقيقة شجاعة بكل دقيقة اللعبين وكأن الحذف هذيك قالت له ما فيش شي تخسروه في كرة القدم الناس عم تخسر أرواحها وصلوا النهائي بدون ما يطلقوا أي هدف ولسو حظهم النهائي كان أمام أحد أقوى الفرق في طريق أفريقيا نيجيريا نيجيريا اللي بنعرفها شو عملت بكأس العالم 94 وقوتها وعنادها ولكن اللي حصل إنه المنتخب إزام بيتقدم واحد سفر بس نيجيريا كان تقريبا مستحيل تغلبها في تلك الفترة وفازت اثنين واحد وأذكر أنا شخصيا تعاطف الناس بكل مكان يعني بالأردن كانوا الناس عم ببقوا ما شفت ناس النوزامبيا هذا القصة الجميلة ما اكتملت قصة حزينة ما اكتملت بالنسبة لزامبيا بس مش لهون كل الحكاية اللاعبين تم دفنهم قرب ملعب الاستقلال في العاصمة لوساكا الزامبية وتم وضع نصب تذكاري لهم بس مش هذا التذكاري الحقيقي اللي تركوا الزامبيين لفريقهم في عام 2012 في كأس أمم أفريقيا بالقابون وفي المباراة النهائية أمام سحر العاج على بعد مئات الأمتار فقط من الحادث اللي صارت بـ 92 كانت زامبيا عم بتفوز بأمم أفريقيا بفارق لكرات الترجيح والجميع اعتبر ذلك إهداء من زامبيا إلى ذلك الجيل اللي توفي نتيجة خطأ طيار نتيجة طيارة ما كانت لازمة الطين وطياروها وكانت نوع من الاستذكار التاريقي العظيم لذلك المنتخب اللي راح كله بلحظة واحدة الحادث الرابع أعتقد جميعنا بنسمع فيها وبنعرفها لأنها صارت في العصر الحديث وزي ما قلت لكم كل ما نشعر أنه ما فيه بيجي نحات جديدة تذكرنا فيه حادثة شابة كوينسي البرازيلي عام 2016 الفريق اللي سمي لي وهله لستر سيتي البرازيلي نتيجة المفاجأة الكبيرة اللي حققها في ذلك السنة وأصبح يمضي قويا في الدوري والبطول القرية اللي بشارك فيها بتكلم عن بطولة سود أمريكانا في أمريكا الجنوبية واللي بتشبه كثير طبعا بطولة الدوري الأوروبي اللي إحنا بنعرفها الفريق كان راح يلعب مباراة نهائية مع أثلاتي كونسيونالي كولومبيا في كولومبيا لقاء الذهب بس ما تم هذا اللقاء طيارة ما كملت طريقة الطيارة سقطت وكان في الطيارة 77 شخص توفي منهم 71 معظم أفراد الفريق البرازيلي توفوا مع على ثلاث لعبين فقط مرة أخرى تبين أن الطيارة أبلغ عن خطأ لكنه كمل رحلته لأسباب ما حدا بيفهم شو اللي بعمله تم تحميل في التحقيقات النهائية أن الطيار ارتكب أخطاء بدائية في الطيران بالمقابل أيضا تم اتبات أن شركة الطيران خططت رحله بمسار خاطئ لا يناسب كمية الوقود اللي فيها لكن كل هذه الحقائق ما نفت أبدا أنه كورت القدم خسرت فريق كان عم بعيش قصة معجزة نتيجة طبع ربما وتسرع ربما وبدائية ربما من بعض الأفراد اللي بديروا صناعة الطيران أتلاتيكو ناسيونال كولومبيا يعمل موقف عظيم بأنه قرر يمنح اللقب لخصمه شبا كوينسي وأعطى اللقب وتنازل عنه وهنا فيفا كرم أتلاتيكو ناسيونال بأنه أعطى جائزة اللعب نظيف لتلك السنة أكيد ما بننسى قصة سالة اللي كان عم بينتقل لإنجلترا وسقط الطيارته ولا قصة كوبي براينتي اللي صدمت العالم في مطلع 2020 لكن تبقى بالنسبة للقصة الخامس اللي حختارها قصة ليستر سيتي قصة ليستر سيتي ومالكو اللي شاهد مباراة فريقه معه وسطهم عم يتعادل واحد واحد عم يحلق بالطيارة بعد المباراة بطيارته الخاصة الهليكوبتر ومعه فريق حمله تقريبا خمس أشخاص طيارة معبا عادت كثير عن ملعب وانتهت بسقوطها قريبا جدا منه وتوفى مالك نادي ليستر التايلاندي في شاي برابا الرجل اللي صنع قصة ليستر الرجل اللي وضع ليستر ع خارطة الكرة الإنجليزية وكثير ناس رأت أنه ما بتكتمل قصة العظمة إلا ربما بتضحية وهذا كان نوع من التضحية وكثير ناس أيضا قلقت كثير على مستقبل ليستر سيتي بس تبين أنه في شاي قبل ما يتوفى كان فعلا أسس لمؤسسة لمنظمة يقادر تعيش فيه بدونه وخلت ليستر من أكبر المهددين الآن لفكرة التوب سيكس في إنجلترا واللي منطقيا ممكن يدخل ويشيل واحد منهم لأنه هو أكثر تنظيما وأكثر تخطيطا وأفضل من حيث الرؤية الاستراتيجية من كثير أندي موجودة مشهورة في البريميرلي تبين لاحقا أنه في خطأ بسيط في الطيارة ما اللي طلع فيها في شاي وبنته وأيضا فريقه المساعد أنه كان زي خلينا سميها بعرفش توصيف هلا يعني خلينا أعطيكم موظوط بأبسط لأنه الموضوع معقد شوي زي كأنه برغي بسيط فاكك ما بين أحد الأجهزة في الطيارة وهذا الشي خلى مستحيل الطيار يقدر يتحكم باتجاه الطياران صح فكان على وزن لما يقولها تروح يمين تروح يسار خطأ بتنقل الحركة بشكل واضح في الطيارة أدى لهذه الكارثة اللي ودت رئيس نادي قرب ملعبه ويحذف فريدي من نوعها في كرة القدم وصدره الناية حلقة top 5 بذكركم تحكولي بالتحليقات شو بدكم top 5 ودائما أنا معكم محمد عوات في سيلفي سبورت اللي لازم تشتركوا فيها والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة